أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن انعكاسات جائحة فيروس كورونا وضعت تحديات كبيرة أمام مختلف الدول ولكننا في مملكة البحرين مؤمنون بأننا سنتجاوز هذه التحديات بتكاتف الجميع من أجل الوصول للأهداف المنشودة منوها بما يحمله أبناء الوطن من حب لهذه الأرض وما يجعلهم يواجهون أي تحديات بإصرار وعزيمة مشيرا إلى أن العديد من المحطات التي مرت بها البلاد بأزمنة مختلفة وتجاوزها لها بقوة وعودتها صلبة أكثر مما كانت علي تشهد على ما يمثله الإنسان البحريني على مر التاريخ من سند للوطن منوها مع لي بأن المملكة وضعت صحة وحماية مصلحة المواطنين هدفا رئيسيا وأولوية لها أثناء التعامل مع فيروس كورونا كونهم الثروة الحقيقية للوطن والتي بهم ستواصل المملكة تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها تنفيذا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة وحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد عن بعد اليوم بين معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ونوها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية يحققون يوما بعد يوم نموذجا مميزا من التعاون الإيجابي الذي هدفه تحقيق النماء والازدهار للوطن ومواصلة حماية وتعزيز المكتسبات للمواطن مؤكدا معالي أننا نقف أمام مرحلة صعبة ولكن بتكاتف الجميع سنواصل السير معا في تحقيق أهداف التنمية التي نسعى لتحقيقها وفي هذا الإطار وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا ولمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا وبناء على قرار مجلس الوزراء سيتم تفعيل عدد من المبادرات وهي دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرا في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020 وتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو 2020 وأسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات جائحة فيروس كورونا من قبل صندوق العمل تمكين ونوها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحكومة حريصة على الحفاظ على النمو المستدام وتعزيز الوضع الاقتصادي للمواطنين مؤكدا أنها لن تألو جهدا في تقديم كل ما من شانه أن يخدم تطلعات المواطنين والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة من جانبه أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المواطن هو أساس كافة المبادرات التي تحرص عليها الحكومة الموقرة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات وأشار سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن خلق مثل هذه المبادرات النوعية له الأثر البارز على دعم مسيرة العملية التنموية في مملكة البحرين من خلال إسناد القطاعات الأكثر تأثرا ويعزز من دعم القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي يزيد من إسهاماتها في دعم مختلف القطاعات ذات الأولوية ترجمة نانسي قنقر